تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع برشلونة نيوز على فيسبوك حلقة اليوم بعد فوز برشلونة على أساسه الفوز اللي جدا مهم معنويا حتى يستفيد برشلونة من الزخم اللي صار بعد المنتدر رائعة أمام إشبيليا حتى برشلونة يدخل بجاهزية نفسية أمام سان جيرمن وحتى برشلونة يخلي أوراقه مطروحة في المنافسة على اللقب في ظل أنه بكرة في دير بمدريدي مهم جدا حندخل نحكي بتفاصيل هذا اللقاء بس بتذكركم شغلتين الأولى يوم الجمعة طرحت فيديو على أنه مين الرئيس الأفضل لنادي برشلونة وأيضا تشتركوا بقناعة سيرفي سبورت على يوتيوب وبنبدأ بالتفاصيل ولأنه زي ما قلت الفوز مهم معنويا قبل سان جيرمن مهم محايت سلم الترتيب كان طبيعي جدا نشوفكم أنا عم يدخل بتشكيل أساسي تقريبا وخطة 5-3-2 اللي خلت جماهيد برشلونة تتفائل بالفترة الأخيرة التعديلات الوحيد الواضحة ومتيدي بيعود بكل غائب وأيضا جريزمن عم بيعب بدل ديملي كنوع من الإراحة لعثمان اللي كان شوي عنده انزعاجات بعد المباراة الأخيرة هذا من ناحية برشلونة بالمقابل أساسونا بـ 4-4-2 المعروف عنه في الفترة الأخيرة أساسونا بشكل عام من أضعف خطوط الهجوم في الدوري مسجل 23 هدف في 25 مباراة ومشكلته في الهجوم تتعلق عادة بجوته مش بس بأفكاره وهذا الشي شوفنا اليوم أنه واجه المرمى وما سجل في حين دفاعه يعد من الدفاعات المقبولة في الدوري شو معنا هذا الكلام؟ ليش بلشت بلغة الأرقام؟ لأنه ببساطة لما نتكلم عن فريق بسجل أقل من هدف في المباراة معناها لما تسجل هدف أنت عم تهزمه وهون بدأت فكرة كومان كما يبدو أنا أسجل هدف؟ خصمي هذا بالعادي عاجز يسجل أهداف؟ فأنا عم بكون قادر أني أتحكم باللقاء للنهاية ومن هون بدأ مربط الثلاث نقعة ربما البعض توقع أنه بدأ يشوف ردة الفعلة القوية لشنا ما عاش بيليه مرة ثانية لكن كان مستبعد بعد 120 دقيقة بعد مبارتين فيهم طاقة وجود بدني بنفس التشكيل صعب جداً فظهرت اليوم مساحات كبيرة في برشلونة في خط الدفاع لكن هذه المساحات بنحكي أساسها الإرهاق أولاً وأساسها أنه عندي مباراة مع سان جيرمان فمش وقت أرجع أستنزف لاعبيني اليوم بأقل مجهود لازم نفوز كان في مساحات واضحة بين خط الدفاع وخط الوسط ومنح إنها ظهرت لأنه لازم نفهم ما في رسم تكتيكي في العالم وما في خطة في العالم ولا مدرب بالعالم بقدر ينتصر باللقاء بمجرد أفكار بدون ما يكون فيه جهد وفيه تضحية في الملعب هذا الكلام حرجع أكرره لما أتكلم بالنهاية عن فكرة هل الخطة تكفي لعمل ريمونتادة على سان جيرمان وأكيد تحطوا في أول عشرين دقيقة كانت الكرات عم بتروح إلى دي يونغ وعم تنقطع منه بآخر اللحظة أول من المس الكرة في واحد على طول عم يدخل يضغط عليه يجبره يتخلى عنها إما تفلت منه أو يمرر أي تمريرة هون كانت فلسفة سليبة من أستسونة وأنا عم بتكلم هون يعني عشان أحكي إنه أستسونة حاول عمل اللي عنده بس هذه هي قدراته إنه برشلونة بأقل مجهود بدون أخطاء بسهولة حيقدر يهزمه أستسونة حاول يخرج دي يونغ من اللقاء في الشوط الأول ونجح في ذلك وهذا كان عم بيجبر ميسي يرجع للخلف وهذا معناه إغريزمن صار لوحده بالأمام وصار الخيار الوحيد الأطراف للهجوب هذا كثير قلل من خطورة برشلونة منعه من خلق فرص كافية في الشوط الأول ولو أنها متقدم وهذه أيضا نقطة مهمة قبل مواجهة سان جيرمان لأنه سان جيرمان ما رح يجي يتفرج حيحاول يتعلم من اللعب وبرشلونة بهذا الشكل فلو قدر يعزل دي يونغ معناها أشال حلقة الوصل بالفريق معناها خط دفاع كأنه صار منفصل شوي عن خط الهجوب فلازم يكون في أفكار جاهزة عندكم مش الابشن الوحيد يرجع ميسي لأنه رجع تميس كثير وعلى أنت بتدور على أربع أهداف بتصير صعبي للغاية اتكلمت في البداية عن مسألة عدد الأهداف اللي بسجلها أساسونة وأنه مدامك سجلت فيه هدف هتهزمه لكن أيضا اليوم لاحظنا أنه أساسونة عم بيناعب يخط دفاع متقدم وعم بيحاول يخلي خط وسط قريب من خط دفاعه وعم بيضغط برشلونة كثير في منطقة يعني منطقة صغيرة جدا في خط الوسط هيك لعند من أول ثرت الأخير أنه هذه منطقة اللعب فقط لبرشلونة وإلا حيكون برشلونة بيوقع بالتسلل وهون مع تقدم خط دفاع برشلونة مع تقدم خط دفاع أساسونة منطقة اللعب صارت جديدة بس كانت فيه إشارتين واضحات كرة أولا لدست عم بيكسر مصية التسلل وعم بلعب عرضية خطيرة للغاية ثم انفراد ميسي اللي أدى لطرد حارس أساسونة اللي تم إلغاؤه فكان الرسالة واضحة الهدف اللي تكلمت عنه في البداية عشان ييجي لازم يكون كسر مصية التسلل وهون كانت عين ميسي اللي بتشوف الأشياء اللي ما بيشوفها غيره في الملعب تضع صديقه واللي حفظه عن غير قال بأمام المرمى اللي ختم بشكل رائع بعد هذا الهدف الأمور بناء على المعطيات اللي قبل اللقاء وبناء على قدرات أساسونة ظهرت الأمور عم تتجه لبرشلونة لكن احتاج البرشا عشان ينضلوا بسيطر اشتيقن اشتيقن اللي قبل الهدف وبعد الهدف كان موجود اشتيقن كان جزء أساسي من تسهيل اللقاء اليوم على الفريق ومع الثبات مع 5-3-2 دست يمين ألف يسار وجود ميسي بالعمق والتناء الوسط اللي عم بيقدم صار الفريق موجود عنده طرف يمين طرف يسار وهاي بزمان كداما أكررها من أسوأ الأشياء اللي عم بصير ببرشلونة نتيجة انه ميسي مرتاح أكثر بالعمق وهذا شيء مهم وإيجابي للفريق انه في جناح دائما عم يلتغي اما اليمين أو اليسار ولكن هذا الشيء خلاني نفسي أحكي انه ببرشلونة يعمل تغيير اتجاه اللعب بين اليمين لليسار الآن بهذا الشكل صار نشوف هذا دبران الكرة بتلقاها بترجع بمسك بوسكتش بوديها لقلبة قلبة برجع بتلقا بدري بيرجحها لديونغ ديونغ برجع لديست ميسي عم بتحرر بينهم ففي تغيير اتجاه اللعب هذا الشيء بيخليه صعبي توقعك الخصم تخليك دائما قادر تحاول تحرك خط دفاع خصمك هذا الشيء الطبيعي بكرة القدم اللي من دونه ممكن تفوز كثير مباريات بس بدون المباريات الكبيرة هيظهر العيب تابعه وشوفنا اليوم برشلونة يعني مش معني ابدا بالتضحيات البدنية حتى مسألت افتكاك الكرة كان عم يسمح لأساسونة يوقف فيها لما يقطع الكرة منهم ويسمحوا لو يوقف فيها ويسمحوا لو يطلع فيها وما يحاولوا يعطلوا مرتدته ووضحة تعليمات وجدا جدا جدا مش بس انهم اللاعبين تعبانين او مراقين لا فيه تعليمات اليوم بدنا نفوز وفقط واللي بدلع ذلك لو لما كانت نتيجة واحد سفر عم تشوف بوسكتش بيطلع لانه الهدف كير بسان جيرمن لازم نوفر طاقته لسان جيرمن هو الاعب مهم في ذلك اللقاء ولو ادى خروجه لدخول موريبر يسجل هدف رائع هدف رائع ما بدأتكلم فيه كثير الا انه رسالة لأي رئيس جاي انه في هذا الفريق فيه عمود فقري قوي فيه لعبين مواهب فيه شباب موجودين مش محتاج تبيع عشرة وتجيب عشرة محتاج لمسي لمستين هذا الفريق تكلمتي هذا الحكي قبل الفريق اصبع عنده عدد لعبين جيد عدد لعبين ممتازين ممكن تستفيد منهم عنده نعم شوية عيوب مش محتاج تلك الثورة رهيبة في سوق الانتقالات ورأينا كومان في الشرط الثاني بيتحول لأربعة ثلاث ثلاث طبعا فيه اكتر من سبب يعني ممكن بيحكي هذا الشي اول شي انه امتيتي مع بطاقة ما بدوش ينطرد ثانيا انه ما بدو يرتاح لفكرة خمس لا تقل ان هي الحل السحري تاع سان جيربان لا خلينا اجرب يعني ممكن اضطر ارجع لخطة ثانية وثالثا الاداء في الشوط الاول ما كان مطمن رجع للخطة الثانية رجع برشلونة ما تغير كثير في اللقاء ظلت الحركية اقل مسيطرة على الكرة متحكم بالكرة ولعنما حسيمات الامور بدو احكي عن شغلتين بتعلقوا بالافراد من جيزة اللي قدم شوط اول ممتاز وشوط ثاني ايضا ممتاز بس مشكلة من جيزة في شوط الاول كان عندو هفو دفاعية هاي لازم يتعلم من هاي الهفوات او فقدار التركيز المفاجئ مع سان جيربان الجمهور مش هيغفر لك للابد لكن اللعب قدم بالزيادة على دير الامام لما تكون محام الكرة ملموس بمسألة انه يكون اول مدافعا بعطل المرتدة ايضا موجود وبتمركزه بالشوط الثاني كان كويس جدا وايضا لفت انتباهي بدمبلي انه شوية شوية عم تشعر انه بدأ يوثق بنفسه بدأ يرتاح بدأ يشعر انه هو لعب ببرشلونا مهم وهذه مسألة مهمة اللعب الكويس عشان يعطيك الكويس لازم يكون واثق شفنا اليوم عم بحاول يبادر بعض الاحيان نعم باقل مجهود بس عم بحاول يعطي شي افضل من اللي كان يعطيه في المواسم الماضية يعني الموسم الماضي كان دائما متردد الموسم هذا مختلف تماما نوصل لاخر سؤال هل هالخطة هاي الخمسة ثلاثة اثنين اللي متوقع يبدأ فيها مع سان جيرمان هي الخطة السحرية لازم ابدأ بجواب بسيط مفيش خطة سحرية في العالم ومفيش فكرة بتفوزك على فريق انت قسران مع اربع واحد في ملعبك بسهولة انت محتاج كل فرد من افرادك يقدمه مية في المية بل على اكثر واكثر من مية في المية وهذا اولا ثانيا محتاج خصمك يكون بيوم سيء لانه اربع واحد مش نتيجة سهلة تعوضها امام فريق في جودة عالية زي سان جيرمان نعم هذا الشكل هيخليك تتخلص من مرتدات سان جيرمان ويخفف خطورتها بس مش هيلغيها لانه تمركز خطأ السلام عليكم مع انبابي زي ما بنعرف ايضا هيخليك تعوض الفضيحة اللي صارت في ملعبك الذهاب في ملعبك العمق لما سان جيرمان اكل الملعب اكل في العمق هنا ممكن نتعوض لانه شوفنا فيه فرشانو عم بيقدر يعمل مصايد في العمق عم بيقدر حط كتافة بالعمق بهذا الشكل مع ايشبيليا اذا اه حتخف هذه ايضا لكن هذا كله بتوقف على اداء الافراد وزي ما حكيت نتيجة الذهاب كثير كبيرة انها تتعوض بيوم وليلة نعم صارت ريمون تادع هذا الفريق في الماضي ستة واحد لكن كانت امام مئة الف متفرج بيكان بنو مرعبين كان الجمهور عم بيسجل اهداف مع اللاعب في ذلك اللقاء فعلا هذا الشيء لازم يكون واضحين فيه العودة مش سهلة بس كمان الاستسلام مش صح تروح بتحاول بتعطي احسن ما عندك واهم شيء قبل ما نحكي انه حيتأهل ولا مش حيتأهل اهم شيء يطلع اللاعبين مرفوعين الرأس في لقاء الاياب مش زي ما صار في لقاء الذهاب اللي اعطى مئة الف رسالة سلبية انه هذا الفريق خلاص وفيش منه امل بتلقى بالتعليقات وبالصحف لا مهم جدا تطلع ما عطى رسالة انه في امل نعم اغلطنا في الذهاب بس حاولنا في الاياب هذا المهم جدا لبرشلونا نصل هون لنهاية هالحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعوني على سيرفيسبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة